السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اربع اخبار مهمة عن التعليم هنعرفها في الفيديو ده تعال نركز مع بعض ايه هي الاربع اخبار دول هنعرف الاخبار دي بسرعة كده من برنامج رب المميز وعن طريق وزارة تربية التعليم وزارة تربية التعليم بتقولك لا علاقة لوزارة تربية التعليم بالخبر المنتشر بان امتحانات اولى وتانية سنوي هتكون اختيار من المتعدد وانا مستغرب احنا جايين قبل الامتحان بايام معدودات ونقول شكل الامتحان بعمل ازاي ايه اللي بحصل ده الخبر التاني وزارة تربية التعليم بتقولك لم تعلن حتى الان حتى اللحظة عن شكل النمازج الاسترشادية للمهام الادائية للصف الرابع لابتدائي يا فرحتي يعني ده معناه ده كويس احنا بنتكلم على امتحانات يوم 15 واحد وامتحانات فيه الاظر 8 واحد وامتحاناتهم 22 واحد والنهاردة يعني 26 اتناشر يعني انت بتتكلم في ايه في اسبوعين حاجات غريبة بصراحة يعني انا بستغرب رضي فعل الوزارة في الكلام وزارة تربية التعليم الخبر التالت معانا توتيح نظام التحسين لطلاب الاعدادية الحاصلين على الشهادة العام الماضي انتعني لو السنة اللي فاتت ممكن تدخل امتحانات السنة دي جميلة الفكرة دي اما اخر خبر معانا لدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للتربية الخاصة قالت المرافق التربوي يكون لحالات التوحد والشلل الدماغي فقط دي اخبار سريعة كده من جروبات التعليم ومن اخبار التعليم ومن داخل يعني وزارة تربية التعليم ده بالنسبة لأربع اخبار سريعة خلي بالكم كل شوية اخبار بنسمعها في وقت ما ينفعش فيه اللي انا اقول شكل امتحان عامل ازاي احنا غلاص المفروض على وشك الامتحان يعني ان نبقى عارفين احنا ماشيين ازاي ربنا نعد على خير هنكون مع بعض اول باول من خلال اخبارنا اللي دايما موجودة معانا في قناتنا قناة اجيال اندلس على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يحدث في التعليم هتلاقي كل اللي انت عاوزوا ان شاء الله كان معكم اسامرز مؤسس اجيال اندلس في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك